اه قايمة نادي الزمالك بقى بالمرة علشان ماتش البنك الاهلي ان شاء الله هيبقى بعد بقرة الاتنين اه في عندنا ماتشين مهمين جدا ماتش الاهلي مع المحلة في المحلة وعندك ماتش الزمالك مع البنك الايه مع البنك الاهلي اه القايمة قبل ما اقولها لكم ما فيهاش بنشرقي وهتلاقي برضو قصص كتير جدا يعني ناس اه بتقولك خلاص سمعوا كلام الادارة وناس بتقولك اتجاه للتجميد وناس بتقولك جالها عقد وناس بتقولك اتخانق وناس بتقولك قلب وشه وناس بتقولك غضب كارتيرون عليه يعني هتلاقوا قصص وحكايات وروايات كتيرة جدا 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 في قصة استبعاد اه اشرف بنشرقي من قائمة اه نادزة مالك فنيا الاستبعاد فنيا وايه نوع الاستبعاد الفني كارتيرون المطرة دي ما بيسميش على حد اه اه ماشي اقلف في المطش بتاع مباريح لولا ساتر ربنا تمام هبد برضو لولا ساتر ربنا انما هو دلوقتي بيتعامل مع الفريل اول وادارة نادي الزمالك هو بانه اقوى رجل في المنظومة تاني كارتيرون بيتعامل مع نادي الزمالك كأدارة وبيتعامل مع اللاعبين كمان النهاردة اه على انه اقوى رجل في المنظومة اقوى رجل في منظومة كرة القدم في نادي الزمالك وحطوا الكلمة دي حلقة فودنك لان هو ده الاساس اللي بيتعامل عليه انا مش هشتغل مع مدير كرة حاضر ما بيشتغلش مع مدير كرة ما بيتعينلوش مدير كرة اسما نبيه وعبد المقصود زعله اتقمسه انه هو بياخد مستحقاته المالية كاجنبي وجهازه المعاون وهم المصريين ولاد النادي ما بيقبضوش المستحقات بتاعتهم ليه وليه فعبد مقصود قالك سامو عليكو وخد بعضه وطلع على الخليج عقد وقسمى نبيه ولع في الدنيا ولع فيه في اللي بيحصل وانتقد الادارة وانتقد المشي في العام وانتقد التاني والتالت واخد بعضه ومشي لما جه حد حاول انه هو يصلح الامور ما بينهم كارتيرون قالك ايه no thank you وبعد كده الادارة مشيت معاه في نفس وجهة النظر بتاعته وبقهم هما الاتنين بينقلوا وبيقلبوا الكورة بتاعت عودة اسما نبيه في ملعب بعض يعني عضو لجنة يطلع يقولك كارتيرون مش موافق على رجوع اسما نبيه بعد كده كارتيرون يحتالي علشان الجمهور يقولك الادارة مش موافقة لرجوع اسما ايه نبيه هو في الحقيقة الاتنين بيقلوا مع بعضه وبيتفقوا وطلاقة الرغبات وطلاقة الاهداف ان ما يبقاش موجود اسما نبيه طيب يا سيدي ماشي ماشي طب دلوقتي الجهاز بتاع الفقيل اول لقاط القدم في نادي الزمالك محتاج مدرب عام محتاج حد مصر يبقى موجود ما ينفعش انت لوحدك كده بطولك تشيل الشغل ده كله لا اقبع يا سيدي احنا اا اا نادي زمالك احنا مش فرقة اا يعني صغيرة انت يعني احترامنا ليك مدير فني وكبير وكل حاجة بس اا اا حق اصيل لمجلس ادارة اي نادي في الدنيا اي نادي في الدنيا ان هو يحدد افراد الجهاز اللي هيبقوا موجودين مين ده حقه يعني انا عاوز مدرب عام مصري لازم يبقى موجود مدرب عام مصري ده حق مجلس الادارة مدير الفني انت مالكش مالكش انك تعتارد ما تقولش لأ يعني ما ولو حبوا يفردوا مدير كرة يفردوا فيه صلاحيات تشكيل الجهاز حق اصيل لمجلس الادارة يعني مجلس الادارة النهاردة يجي يقول لك انا عاوز مدير فني ومدرب عام ومدرب مساعد والمدرب العام يبقى هو قائم بعمل مدير كرة حقه جهاز تاني يقول لك لا مش هعمل مدير كرة حقه انت جاي بالمساعدين بتاعك في التفاوض بتاعك بتقول انا اا معايا فلان وفلان وفلان وبيعودوا يا تتفقوا يا ما تتفقوشوا سلاموا عليكم عليكم السلام نعم ما فيش حاجة اسمها مدير فني يفرد اردته في تشكيل الجهاز على الادارة على الايه على الادارة انما هو فرضها فرض وطبعا الناس قالت لك احنا ما بنتدخلش في العمل ده مش تدخل في عمل يا جميع ده كده مش تدخل في عمل لا ده هو لمؤاخذة كده كانت يقول هو اللي بيدخل في عمل حضراتكم ماشي فكده المرضى طبعا بياخد قرار استبعاد بنشرقي شايف انه بنشرقي مش مركز شايف انه بنشرقي بيقدم مستوى مش كويس شايف انه بنشرقي نفسيا مش مؤهل عليه ضغوط كبيرة قاعدوا الاتنين مع بعض ووصل معاه ان المباراة اللي جاية يبعد تمام لانه الضغوط جامدة جدا على اشرب بنشرقي فالافضل انه هو ما يعودش كمان احتياطي وينزل ممكن تبقى الضغوط اكبر لا يبعد خالص يبعد خالص على الاقل مباراة بنك الاهلي فرقة البنك فرقة محترمة جدا فرقة طلب كرة حلوة قوي ما يغرقوش طبعا الخسارة اللي خسارتها في الاسبوع اللي احنا موجودين فيه ده انما من الفرقة المحترمة واللي بيلعبوا كرة كويسة او حرجوا النادي الاهلي فيه مقشوهم مع الاهلي وفرقة زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده لو مشت بسبات على المستوى ده ممكن جدا يبقوا حسام اسود في ايه في هذه الايه في هذه البطولة الموضوع بتاع ابو جبل وعواد ده كان اتفاق موجود ما بين حراس المرمى وكارتيرون اللي يغلط يعود ده اتفاق كان موجود ما بينه قبل كده مين يلعب تا كان عندك النهاردة اه تلاتة حراس على مستوى عالي جدا اه سواء اه ابو جبل او جنش او عواد التلاتة يشيلوا فرق اه كبيرة فا اه الاتفاق اللي كان موجود ما بينهم قبل كده ومن بداية الموسم دوت كمان اللي يغلط يقعد والتاني يلعب وما اللي التاني يلعب امتى انت برضو الجاب الفني مش 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 هيوش مش ضخم مش كبيرة مش واسع فلازم يعني واحد زي عواد ده هيلعب امتى وبعدين ده ما شاء الله بياخد له رقم اوكي اه في نفس الوقت او على نفس السياق عايز اقول لك ان المفاوضات مع ابو جبل او القعدة مع ابو جبل من اجل اه التجديد بتاعه وتأجلت شويه ليه مستوى ان اليومين دول مش كويس وانا ما عرفش ليه تأجلت انت ما اتفاوضه دلوقتي وهو مستوى مش كويس وانت مستنيه تقلق عشان يقعد يحط رجل على رجل هو وكيله ويطلب ويتطلب ويتبغدد يعني برضو مش فاهمها يعني برضو الانباء جهالي قالك ايه قالك احنا هنأجل شوية لان ابو جبل دلوقتي مستوى وبتاعه مش عافقيه وفيه مش مشاكل وفيه طب ما تقعد معا هو كده مش فاهم يعني انت مستنيه تقلق ويكسر الدنيا ها يعني مستنيه تقلق ويكسر الدنيا وبتاعه مش عافقيه عشان تقعد عشان بدل بالعكس ده انت المفروض تقعد معا دلوقتي هو في الحالة دي بتوفع من حالته المعنوية وبتاعه احنا بنقعد اهوت وبنجدد معاك وما فيش مشكلة انت بن النادي او احنا باقيين عليك وهنقف جنبك وهنساعدك وبتاعه وتعرف تبقى معاك ايه اه اه تفاوضي يعني هيب الشامي طبعا اه طب او يعني هيب الشامي هو يعني بتقول لك مش كده برضو بوب ماشي يلا على خيرة الله اشتركوا في القناة